موسيقى عسلامة مرحبا بكم أبناء التاسعة مجددا في هذه الحصة سنخصص بها مراجعة للامتحان الوطني أولا أريد أن أبث تحية تربوية لزملائي وتلاميذي التاسعة بأعدادات الحكامة من المهدية وإلى زميلي ورافيقي في تأثيث هذه الحصة سيف الدين مسعود بأعدادات قصر سيف وإلى متفقد المادة سيد مناصر السويبغي لإعطاء هذه الفرصة اليوم سنقوم بمراجعة قناة الامتحان الوطني خصصنا لكم تمرينين أولا في بداية الحصة في بداية الحصة سنقوم بتذكير الجذائات المعتبرة كل التلاميذ لها العلم بالجذائات المعتبرة هناك القاعدة الأولى القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة اقترحنا لكم هذا التمرين لتوظيف الجذائات المعتبرة لحل المسائل هذا هو التمرين أطلب منكم التركيز والانتباه والعمل أولا نعتبر العددين الحقيقين A تساوي جذر الثلاثة مع واحد على جذر الثنين وبا جذر الثلاثة إلا واحد على جذر الثنين أحسب A B و A مع B سنقوم بإصلاح السؤال الأول لنحسب الجذاء A في B والمجموع A مع B الجذاء A في B هناك جذاء عبارتين ماذا نلاحظ؟ جذر الثلاثة مع واحد على جذر الثنين في جذر الثلاثة إلا واحد على جذر الثنين الكل نعلم جذاء عبارتين كسر مقام في مقام وبسط في بسط هناك جذر الثلاثة مع واحد في جذر الثلاثة إلا واحد نستعمل الجذاء المعتبر A مع B في A إلا B تساوي A قوى ثنين إلا B قوى ثنين النتيجة الأولى جذر الثلاثة قوى ثنين إلا واحد قوى ثنين على ثنين تساوي ثلاثة إلا واحد على ثنين النتيجة ثنين على ثنين تساوي واحد ويمكننا أن نستنتج أن العبارتين A و B مقلوبين نمر إلى الإجابة الثانية وهي A مع B مجموعة عبارتين هناك كسور لهما نفس المقام نقوم بجمع البسطين ويبقى مقام واحد جدر ثلاثة مع واحد مع جدر ثلاثة إلا واحد على جدر الثانين نقوم بالاختزال واحد إلا واحد النتيجة اثنان جدر ثلاثة على جدر الثنين هنا سنقوم بالاختزال لأن هثنين هي تساوي جدر ثنين في جدر ثنين النتيجة جدر ثلاثة جذة جذاءات معتبرة تساوي جدر ستة نمر إلى سؤال الموالي السؤال الموالي نص برهم أن A قوى ثنين تساوي ثنين مع جدر ثلاثة وباقوى ثنين تساوي إلا 2 جدر 3 كذلك للمرة الثانية تذكير بالجذاءات المعتبرة سنقوم بالأسلاح قوة 2 يساوي جدر 3 مع 1 على جدر 2 كلها قوة 2 يساوي البسط جدر 3 مع 1 كله قوة 2 على جدر 2 قوة 2 سنقوم باستعمال جذاءات المعتبرة جدر 3 قوة 2 مع 2 جدر 3 في 1 مع 1 قوة 2 يساوي 2 نقوم بالحساب 3 هي نتيجة لجدر 3 مع 2 مع 2 جدر 3 مع 1 على 2 سنقوم بمجموعة 3 مع 1 تساوي 4 4 مع 2 جدر 3 على 2 هذه النتيجة نقوم بالاختزال اختزال بـ 2 إذن النتيجة هذا هو المطلوب ا قوة 2 تساوي 2 مع جدر 3 نمر إلى الجزء الثاني من السؤال وهو حساب بي قوة 2 بي قوة 2 يعني عبارة بي قوة 2 تساوي جدر 3 إلا 1 على جدر 2 كلها قوة 2 سنستعمل الجزءات المعتبرة أي جدر 3 قوة 2 إلا 2 في جدر 3 في 1 مع 1 قوة 2 والمقام جدر 2 قوة 2 يساوي 2 جدر 3 قوة 2 هي تساوي 3 إلا 2 جدر 3 مع 1 على 2 نقوم بحساب 3 مع 1 وهو مجموعة 4 ونبقى إلا 2 جدر 3 على 2 يعني النتيجة ماذا ستساوي كذلك سنقوم بالاختزال بـ 2 4 هي 2 في 2 وسنجد النتيجة وهو المطلوب منها بي قوة 2 تساوي 2 إلا جدر 3 ملاحظة تلميذي لحساب بي قوة 2 يمكننا أن نستعمل طريقة أخرى وهي تتمثل بما أنا لدينا A في B تساوي 1 يعني A قوة 2 في B قوة 2 تساوي 1 يعني A قوة 2 و B قوة 2 مقلوبين أي B قوة 2 تساوي 1 على A قوة 2 يعني B قوة 2 هو مقلوب A قوة 2 وبما أنا نتيجة A قوة 2 هي 2 مع جدر 3 بالتالي B قوة 2 تساوي 2 إلا جدر 3 الطريقة التي موجودة على السابورة صحيحة؟ والطريقة اللي قلتها شيفة هي نزيدة؟ صحيحة نمر إلى السؤال الموالي نستنتج أن A على B مع B على A هو عدد صحيح طبيعي دائما أقول أن كلمة أستنتج أن نستعمل الإجابات التي قبل A على B نكتب بما أنا A في B تساوي 1 فإن A و B مقلوبين وبالتالي A تساوي 1 على B و B تساوي 1 على A نرجع هنا حساب A على B مع B على A يمكن التذكير بهذه الطريقة A على B هي تساوي A في 1 على B و B على A هي تساوي B في 1 على A حسب السؤال السابق A في B يساوي 1 فإن B نعوذ B ب1 على A و نعوذ A ب1 على B 1 على B هي A A في A مع B في B النتيجة A قوى 2 مع B قوى 2 ولدينا النتيجة A قوى 2 هي 2 مع جدر 3 و النتيجة B قوى 2 هي 2 إلا جدر 3 نقوم باختزال جدر 3 إلا جدر 3 تبقى النتيجة 2 مع 2 يساوي 4 وبما أن 4 عدد صحيح طبيعي إذن A على B مع B على A أو بالتالي A على B مع B على A هو عدد صحيح طبيعي يمكنك هناك كذلك طريقة أخرى وهي تتمثل A على B مع B على A لا نفكر بهذه الطريقة A في B تساوي 1 لكن نقوم بتوحيد المقامات و نجد نفس النتيجة أن A على B مع B على A تساوي 4 وهو عدد صحيح طبيعي نمر إلى السؤال الموالي الجزء الثاني من هذا التمرين كما قلت في البداية سنوظف الجزئات المعتبرة في حل بعض المسائل الجزء الثاني من التمرين ماذا يتمثل؟ يتمثل في الرسم نقرأ مع بعضنا الرسم المقابل الدائرة C مركزها O شعاها 1 سنتيمتر و A B قطر لها الهدف في هذا السؤال حساب الأبعاد B C و A C لكن السؤال A قبل السؤال A هناك معطى آخر وهو المستقيم العمودي على A B والمار من C يقطع A B في هاش و يقطع الدائرة C في النقطة D هناك علامة عمودي في النقطة هاش و يقطع الدائرة C في النقطة D المطلوب مننا ما هي طبيعة المثالث O C D معللا جوابك كيف سنعرف طبيعة المثالث؟ أولا لما ننظر إلى الرسم لدينا O C تساوي O D يعني أولا المثالث متقايص أذى العين ثم ماذا لدينا؟ لدينا هناك زاوية 30 درجة هذا المثالث قائم في هاش إذن الزاوية C هي 90 60 عفوا 60 درجة بما أننا نعلم مثالث متقايص صد العين ولديه زاوية 60 ستكون الزاوية الأخرى الزاوية D 60 درجة سنقوم بالإسلاح كالآتي صلى قد قمت بالإسلاح شفاهيا وهذا كتابيا في المثالث O هاش C لدينا الزاوية O C O هاش تساوي 30 درجة إذن الزاوية C هاش C O تساوي 60 درجة وبما أن المثالث O D C متقايص أذى العين فإن الزاويتين D O D C تساوي الزاوية C O C D تساوي 60 درجة هناك زاويتين متقايصتين ويساوي 60 درجة إذن المثالث O C D متقايص الأذلع هذا واضح نمر السؤال الموالي المطلوب أن نستنتج أن البعض هاش C يساوي 1 على 2 والبعض O هاش يساوي جدر 3 على 2 يمكننا أن نحسب O هاش أولاً ثم نحسب هاش C لنحسب O هاش ماذا يمثل O هاش دقيقة من التفكير ماذا يمثل المثالث O C D متقايص الأذلع إذن O هاش هو الارتفاع الصادر من O ونعلم تطبيقات في بيتاغور الارتفاع يساوي جدر 3 في طول الزلع جدر 3 على 2 عفواً جدر 3 على 2 في طول الزلع هذه ستكون الإجابة كتابياً بما أن المثالث O C D متقايص الأذلع و O هاش هو الارتفاع الصادر والارتفاع بالتالي O هاش تساوي جدر 3 على 2 و منه O هاش و O C طول O C يساوي 1 و منه O هاش تساوي جدر 3 على 2 نمر لحساب البعض هاش C المثالث O C هاش قائم الزاوية في هاش سنستعمل نظرية بيتاغور و كل التلاميذ تعرف نظرية بيتاغور O C قوى 2 طول الوطر قوى 2 يساوي O هاش قوى 2 مع هاش C قوى 2 إذن هاش C قوى 2 تساوي O C قوى 2 إلا O هاش قوى 2 O C قوى 2 هي واحد طول O C هو واحد والطول O هاش هو جدر 3 على 2 جدر 3 على 2 كلها قوى 2 النتيجة النتيجة 1 إلا 3 على 4 طرح عدد صح طبيعي من الكسر نقوم بتوحيد المقامات 1 يساوي 4 على 4 إلا 3 على 4 يساوي على 1 على 4 بالتالي هاش C يساوي الجدر التربيعي 1 على 4 وهو 1 على 2 هذا هاش C هناك طريقة أخرى لحساب هاش C لدينا بما أن هاش في المثلث O C D هاش منتصف C D نعلم من السنة السابعة مثلث متقايص الأضلاع الارتفاع هو نفسه منصف الزاوية هو نفسه موسط العمودي هو نفسه الموسط إذن هاش سيكون منتصف C D و C D 1 إذن هاش C تساوي 1 على 2 نمر إلى السؤال الموالي لدينا المثلث هاش بيسي قائم الزاوية في هاش لحساب بيسي حسب رأيكم ماذا سنأخذ المثلث هاش بيسي قائم في هاش إذن بتطبيق نظرية بيتاغور الوطر هو بيسي قوة 2 يساوي هاش بي قوة 2 مع هاش سي قوة 2 هنا يجب أن نحسب البعض هاش بي كافة سنحسب البعض هاش بي هاش بي يساوي أو بي إلا أو هاش كتابيا هاش بي يساوي أو بي إلا أو هاش أو بي ماذا يساوي واحد وأو هاش جدر 3 جدر 3 على 2 نقوم بتعملية الطرح الواحد هو 2 على 2 أي 2 إلا جدر 3 على 2 ونرجع لحساب بي سي قوة 2 نعوذ الهاش بي بي 2 إلا جدر 3 على 2 كلها قوة 2 مع 1 على 2 كلها قوة 2 نقوم بالحساب لهما نفس المقام هنا سنستعمل الجذاءات المعتبرة 2 قوة 2 إلا 2 في 2 جدر 3 مع جدر 3 قوة 2 مع 1 أي تساوي 4 إلا 4 جدر 3 مع 3 مع 1 على 4 نجمع الأعداد الصحيحة الطبيعية 4 مع 3 7 7 مع 1 النتيجة 8 كتابيا 8 إلا 4 جدر 3 على 4 نقوم بالاختزال بـ 4 ونتيجة نهائية بـ 4 قوة 2 تساوي 2 إلا جدر 3 لكن هو لما نرجع إلى السؤال لنبين أن بـ 4 يساوي بـ بما أن بـ 4 تساوي 2 إلا جدر 3 حسب السؤال 1 بـ فإن بـ 4 قوة 2 تساوي بـ 4 ومنه بـ 4 تساوي بما أن طول البعض مجب يساوي بـ 5 وهاك وصلنا إلى إجابة السؤال جيمة نمر إلى السؤال الموالي لنبين أن المثلث A B C قائم الزاوية A B C قائم الزاوية دقيقة من التفكير لما ننظر إلى الرسم ماذا نلاحظ الآB هو قطر الدائرة النقطة C تنتمي إلى الدائرة C إذن المثلث A B C يرتسم داخل دائرة بالتالي فهو قائم هذا شفهيا كتبيا المثلث A B C يرتسم داخل الدائرة C التي قطرها A B إذن A B C مثلث قائم الزاوية في C ووتره A B هذا واضح إلى حد الآن نمر إلى السؤال الموالي استنتج أن A C تساوي A نؤكد وأقول دائماً كلمة استنتج أي سأستعمل الإجابات السابقة أين هو A C هذا هو A C هذا هو المثلث A C وبما أن المثلث A C قائم في C سنستعمل نظرية بيتاغور كتابياً لنا المثلث A B C قائم في C حسب بيتاغور A C قوة 2 تساوي A B قوة 2 يمكننا أولاً كتابة A B قوة 2 تساوي A C قوة 2 مع A B C قوة 2 حسب نظرية بيتاغور A C قوة 2 تساوي A B قوة 2 L B C قوة 2 نقوم بتعويذ بالأعداد A B 2 A B هو قطر الدائرة شوعة 1 إذن القطر يساوي 2 2 قوة 2 و B C هي B قوة 2 حسب السؤال السابق ماذا سنجده في النتيجة 2 قوة 2 تساوي 2 مع جدر 3 هناك إلا غيرت العلامة أصبحت مع نقوم بترح 4 إلا 2 تساوي 2 سنجده النتيجة A C قوة 2 تساوي 2 مع جدر 3 تساوي A قوة 2 حسب السؤال 2 1 B A قوة 2 قمنا بحساب A قوة 2 وجدنا النتيجة 2 مع جدر 3 إذن A C قوة 2 تساوي A قوة 2 بالتالي A C هما أبعاد حسب أبعاد والبعد دائما موجب A C يساوي A الآن سنواصل في حصة المراجعة واقترحنا لكم إصلاح مسألة تأليفية عدد 2 من الكتاب المدرسي صفحة 195 مع العلم أن المسائل في الكتاب المدرسي من مسألة واحد إلى مسألة ثمانية يجب أن نقوم بإصلاحها فهي تشمل كل البرنامج الذي يتضمن مبرهنة ثالث تطبيقات نظريت بيتاغور نظريت بيتاغور عكس نظريت بيتاغور إذن لذلك أخترنا لكم المسألة التأليفية عدد 2 قلنا من الكتاب المدرسي صفحة 195 نص المسألة يتمثل يمكنك فتح الكتاب والذي ليس له الكتاب هذا هو نص المسألة السؤال الأول ليكن أبي سي مثلثا حيث أبي يسوي 2 و أس طول أس يسوي 4 جدر 2 و طول بي سي يسوي 6 السؤال الأول بين أنا المثال أبي سي قائم الزاوية ثم السؤال الثاني أنجز الرسم ملاحظة هامة وتنبيه لم نطالب بأنجز الرسم أولا المطالبة بأنجز الرسم في السؤال ب إذن كيف ستكون الإجابة لنبين أن المثال أبي سي قائم الزاوية لدينا الأبعاد طول أس وطول أبي وطول بي سي الطريقة الوحيدة هنا والأسهل هي عكس نظريت بيتاغور حسب مربع كل من الأبعاد أس قوى 2 مع أبي قوى 2 أس هي 4 جدر 2 إذن نكتب 4 جدر 2 كلها قوى 2 وبما أن طول أبي يساوي 2 إذن أبي قوى 2 يساوي 2 نقوم بالحساب عملية حسابية عملية حسابية 4 جدر 2 قوى 2 النتيجة 32 و2 قوى 2 النتيجة 4 نقوم بجمع 32 مع 4 تساوي 36 36 هي 6 قوى 2 هي النتيجة لب C قوى 2 يعني AC قوى 2 مع AB قوى 2 تساوي BC قوى 2 وبالتالي المثلث ABC قائم الزاوية في C حسب عكس نظرية بيتاغور نمر إلى السؤال الموالي وهو أنجز الرسم كيف سنقوم بأنجز الرسم المعطيات AB تساوي 2 AC تساوي 4 جدر 2 وBC تساوي 6 نقوم برسم طول قطعة المستقيم AB هي 2 ثم نبني زاوية قائمة المستقيم الذي يمر من A والعمودي على AB والطول هو 4 جدر 2 كيف 4 جدر 2 نعلم كلنا جل التلاميذ في مستوى السنة 9 كيف نقوم برسم جدر 2 وهو طول وتر مثلث قائم ذلعين متقايص ذلعين قائم متقايص ذلعين طول ذلعه 1 أو هناك قلت AB قطعة المستقيم AB نقوم برسم الموسط العمودي بناء الرسم الموسط العمودي المستقيم العمودي AC ثم نربط بين B و C طول الزلع 6 سنتيمتر وهذا هو الرسم الذي تحصلنا إليه وأدعو كافة التلاميذ أن يقوبوا بالرسم مع بعضنا السؤال الثاني هناك ماطة أرسم الدائرة ليس ماطة سؤال سؤال A المطلوب أن نرسم الدائرة C المحيطة بالمثلث ABC نعلم في السنة السابعة الدائرة المحيطة وكذلك تعرضنا في السنة التاسعة كذلك الدائرة المحيطة في المثلث القائمة مركزها هو منتصف الوتر يعني الدائرة C سيكون مركزها منتصف الوتر بC هذا هو الرسم ثم عين النقطة E من نصف المستقيم وأكد من نصف المستقيم بA نصف المستقيم بA حيث البعض طول البعض بE يساوي 6 والنقطة D مناظرة E بالنسبة إلى B هذا كل باستعمال البل بالكار ثم ثم المطلوب أن نثبت أن المثلث D E C D E C قام الزاوية في C دقيقة من التفكير نلاحظ في الرسم النقطة B هي منتصف E D لأن D مناظرة E بنسبة إلى B إذن ماذا نلاحظ أن النقطة B تبعد نفس البعض عن الرؤوس الثلاثة أي البعض B D يساوي البعض B E يساوي البعض B C وهذه النتيجة الإجابة كتابيا بما أن النقطة B متقيست البعض عن النقاط D E C إذن B هي منتصف E D فهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث E C D حيث D E قطرا لها إذن المثلث D E C قائم الزاوية أعيد لإثبات أن المثلث D C قائم الزاوية في C أثبتنا بأن النقطة B متقيست البعض عن النقاط منتصف الوطر يبعد نفس البعض عن الرؤوس الثلاثة فهو قائم هذا المثلث قائم الزاوية نمر إلى السؤال الموالي السؤال الموالي المطلوب لنحسب البعض أولا البعض E C ثم نستنتج البعض D C نرجع لحساب البعض E C أنصح كافة التلاميذ يمكننا أن نستخرج شكل صغير من شكل كبير هذا هو الرسم أين هي E C هنا لدينا لدينا البعض A C لدينا البعض A E يمكننا هنا استعمال نظرية بيتاغور كتابيا لنحسب E C بتطبيق نظرية بيتاغور في المثلث A C القائم في A ماذا سنتحصل نتحصل على C E قوة 2 تساوي A C قوة 2 مع A E قوة 2 نقوم بتعويذ بالأرقام بالأبعاد التي لدينا الـ A C هي تساوي 4 جدر 2 كلها قوة 2 و A E يساوي 4 A E قوة 2 4 قوة 2 نقوم بحساب العملية 32 مع 16 تساوي 48 C E يساوي جدر تربيعي لـ 48 جدر تربيعي لـ 48 هي تساوي جدر تربيعي لـ 16 في 3 جدر تربيعي 16 هو يساوي 4 إذن النتيجة نتحصل على C E يساوي 4 جدر 3 ثم نمر إلى الاستنتاج البعض DC أين هو البعض DC هذا هو البعض DC ماذا لدينا كيف سنستشج البعض DC كذلك بعكس عفوا بنظريت بيتاغور المثلث ECD ECD قام في C بتطبيق نظريت بيتاغور EC EC E CD قام في C إذن إذن أين أين هو الواتر الواتر هو ED لكن هو مطلوب حساب DC CD قوة 2 تساوي ED قوة 2 ألا CD قوة 2 ED تساوي 10 إذن ED قوة 2 تساوي 10 قوة 2 السؤال هنا كيف 10 ماذا لدينا لدينا AE تساوي 4 وAD تساوي 6 إذن طول ED يساوي 10 10 قوة 2 إلا CD قوة 2 هي 48 النتيجة 100 إلا 48 نتحصل على CD قوة 2 تساوي 52 إذن CD تساوي جدر تربيعي 52 تساوي كيف تحصلنا 2 جدر 13 بما أن 52 هي 4 في 13 جدر 52 تساوي جدر 4 في جدر 13 جدر 4 هو 2 إذن تحصلنا على نتيجة أن CD يساوي 2 جدر 13 نمر إلى السؤال الموالي هناك مات ماذا يقول المات المستقيم DC يعني هو المستقيم DC DC المستقيم DC يقطع الدائرة C في النقطة E في النقطة E نقطة ثانية المطلوب هنا لنبين أن المستقيم EC وBI متوازيين قليل من التفكير كيف سنبين أن المستقيم EC وBI متوازيين نعلم أن ماذا لدينا في المثالث E C D يمكننا استعمال هذه الخاصية المثالث BC مرتسم داخل الدائرة C حيث ظلعه BC المثالث BC B C E مرتسم داخل الدائرة حيث ظلعه BC فهو قائم هذا المثالث BC قائم في E يعني B E عمودي على CD B عمودي على CD هذه النتيجة لولة ولدينا EC عمودي على CD لأنه هو المثالث EC داخل من خلال الاستنتاجين ماذا نتحصل نتحصل أن B E موازي للمستقيم EC لأنهما يتعامدان على نفس المستقيم سأعيد ماذا مطلوب أن نبين أن المستقيمين EC وB EC و EC وB متوازيين أولا المثالث B C E يرتسم داخل دائرة ظلعه BC فهو قائم هذا المثالث قائم في E بالتالي بE عمودي على CD ثم لدينا المثالث E CD قائم في C إذن EC عمودي على CD يمكن كتابتها هنا تحصل أن المستقيمين EC وB يتعامدان لنفس المستقيم إذن هما مستقيمين متوازيين وهكذا نقول قد أجبنا على هذا السؤال نمر إلى السؤال B ماذا يقول السؤال B ماذا المطلوب المطلوب أن نثبت أن E منتصف DC ثم نحسب بE E منتصف DC قليل من التفكير ماذا نلاحظ لدينا B منتصف في المثالث E CD B منتصف ED و B ماذا ماذا E في المثالث المستقيم المار من منتصف ذلع وماذا للذلع الثاني فهو يقطع الذلع الثالث في منتصف ه إذن فهو يقطع المستقيم CD في النقطة E بالتالي E ستكون منتصف DC هذي الإجابة كانت كتابيا مع بعضنا بما أن النقطة B منتصف CE و B E موازي EC ممكننا زيادة هنا في المثالث في المثالث E CD نكتب في المثالث E CD النقطة B منتصف CE والمستقيم بين B E موازي EC حسب السؤال 3A المستقيم المار من B والموازي ل EC يقطع الذلع DC في النقطة E إذن E منتصف DC وكيف سنحسب ب E ب E تساوي 1 على طول 1 على 2 في طول الذلع EC كتابيا B E تساوي طول باط CE على 2 طول باط CE يساوي 4 جدر 3 على 2 نقوم بالاختزال 4 نجد النتيجة 2 جدر 3 إذن B E طول B يساوي 2 جدر 3 نمر إلى السؤال الموالي 4 وهو سؤال الرابع لتكون F نقطة تقاطع المستقيمين B E و A C هذا هو A C وهذا هو B E سيقطع في النقطة F المطلوب A مطلوب من أن نبين أن طول البعض EC أين هو EC EC يساوي 2 B F تلاميذ الأعزاء ملاحظة أنصحكم لما يكون لدينا رسم في عديد من الرسوم نقوم بتلوين للتوضيح هذا الرسم واضح كيف ستكون إجابة هنا ب ماذا بتالس تالس ولا هذا هو تالس إذن الكل نعلم كيف نبرهن تالس تالس هو دائما نستعمله لحساب أبعاد في مثلث أولا نختار المثلث هناك الاختيار يمكن أن يكون المثلث A F B أو أن يكون المثلث A E C اخترنا لما نحن مثلث A E C ماذا لدينا في المثلث A E C لدينا المستقيمين B F يساوي E C موازي بعفوال موازي ل E C وأكد 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 أن الاستعمال تالس أولا يجب أن نختار المثلث ثم يجب أن يكون لدينا التوازي اللي هو هنا B F موازي B F موازي الأس كيف B F موازي الأس لدينا B E موازي الأس والنقطة F تنتمي للمستقيم B E بالتالي B F موازي المستقيم الأس لدينا النقطة B تنتمي إلى المستقيم A E والنقطة F تنتمي إلى المستقيم A, C حسب مبارحة التالس أو نظرية التالس نقول ماذا نقول A, B على A, E A, B على A, E تساوي A, F على A, C تساوي كذلك B, F على E, C إذن كيف وجدنا هنا 2 على 4 ماذا طول A, B A, B طول 2 وأ, E طول 4 عوضنا الأبعاد A, B ب2 وأ, E ب4 وجدنا النتيجة 2 على 4 قمنا الاختزال ب2 نجد النتيجة 1 على 2 B, F على E, C يساوي 1 على 2 بالتالي E, C يساوي 2 B, F وهذه النتيجة المطلوبة يمكنكم إعادة هذا السؤال تدريجيا السؤال الموالي 4 ما هو المطلوب المطلوب أن نثبت أن الرباعي E, F, D, E متوازي الأضليع هنا جزء الرباعيات والتلاميذ التاسعة كلهم يعرفوا رباعيات متوازي أضليع E, F, D, E قمنا بتلوينه وأكد على التلوين ليكون الرسم أكثر مفهو كيف سنبين أيها متوازي الأضليع يمكننا نبين موازي الأضليع بالقطران القطران يتقطعان في منطق صافهم ما هم القطران E, D قطر B C, E أين هي C, E C, E تساوي 2, E C, E تساوي 2, E بالتالي C, E ماذا يساوي 2, F بالتالي B, E ماذا تساوي تساوي B, F B, E تساوي B, E تساوي B, F أي B منتصف على استقامة واحدة النقاط F, B E على استقامة واحدة إذن B منتصف F, E وB منتصف كذلك E, D القطران E, D القطران E, D وF, E يتقطعان في منتصفهم B إذن الربعي E, F, D E متوازي أضلع واضح نمر إلى السؤال الموالي ماذا المطلوب هنا تغير الرسم أثبت أن الربعي E, F, E, C مستطيل الربعي E, F, E, C مستطيل لأن لأن ظلعيه E, F و, C, E متقايسين ومتوازيين لأنهما يعامدان على نفس المستقيم E, C ولديه زاوية قائمة واضح نمر إلى السؤال الموالي السؤال الخامس لتكون M نقطة تقاط E, E و, B, C E, E و, B, C ننبين أن C, M البعض C, M يساوي أربع تلاميذ العزاء دقاء من التفكير ماذا نلاحظ في الرسم ما هو M ما هي النقطة M ماذا تمثل النقطة M لدينا الموثالث E, C, D B متصف E, D إذن C, M هو المواصل السادر من C C, B المواصل السادر من C كذلك لدينا E متصف D, C E, E هو المواصل السادر من E تتبين في الموثالث C, E, D لدينا E متصف D, C إذن E, E هو المواصل السادر من E ثانيا نلاحظ أن B متصف E, D إذن B, C هو المواصل السادر من C أما النقطة M هي نقطة تقاطة المواصل 2, B, C B, C, E, E بالتالي النقطة M هي مركز ثقل المثلث C, D, E وبالتالي هناك قاعدة تقول طول C, M يساوي 2 على 3 طول المواصل يعني كتبيا C, M تساوي 2 على 3 في C, B C, B يساوي 6 أي 2 على 3 في 6 نقوم بالعملية نجد النتيجة 4 وبالتالي C, M يساوي 4 نمر إلى سؤال 5, B ماذا المطلوب هنا وهو سؤال الأخير المطلوب مننا أن نبين أن D, M يقطع E, C في المنتصف D, M D, M يقطع D, M يقطع E, C في المنتصف ماذا نلاحظ ما هو D, M المستقيم بما أن M مركز ثقال مثال M هو مركز ثقال مثال E, C, D بالتالي المستقيم D, M هو المستقيم الحامل للموسط الصادر من D نقاط إذن ماذا هذا المستقيم الحامل للموسط الصادر من D سيقطع الظلع الثالث وهو الظلع E, C في المنتصف وهذه النتيجة وهنا وهنا قد أنهينا إصلاح مسألة عدد سنين شكرا على المتابعة ودمتم مبدعين وبالتوفيق وحظا موفقا ترجمة نانسي قنقر